تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% نهاية تعاملاتها الجمعة وسجلة خسائر بـ 10% وسط مؤشرات بتراجع الطلب وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برانت بنحو 2.4% إلى 87 دولار للبرميل في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بـ 1.9% مقابل 88 دولار للبرميل وسجل النفط خسائر الأسبوع الثاني على التولي تحت ضغط القلق بشأن ضعف الطلب في الصين والمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي